محتوماً واعتبرناها في حينه خطأاً سياسياً تجاوزاً لقوالي المملكة ودسورها مساً بالديمقراطية تراجعاً عن التنظيم الداتي ومناقض الفصل 28 من الدسور في الوقت لهي فقط لجنة صليف أعمال معينة ومنصبة وغير منتخبة وبالتالي ليست لها السيادة في التشريع والتنظيم وتغير ما هو وراء جانبه العمل ها هي اليوم تتجاوز صلاحيتها وتضع نظاماً إقصائياً مخالفاً لنظام المعمول به في تسليم بطائق الصحفة لا تحترم قاول المملكة وفي مقدمتها مدونة شغل لا تضمن عدم استعمال المعطاية الشخصية في تصفية الحسابات تشتغل بشكل لصيق مع جزء من المكونات الغير المقصية والمباركة من طرفكم أي أنها تشتغل مع جزء من ذاتها تحارب الاتحاد المغربي الشغل والفيدرالية المغربية لناشر الصحف ضداً على القوانين وكما كان متوقعاً هي تورطت في تصفية الحسابات وأضرت معنوياً بأقلام وطنية تعد مفخاراً للمغرب وأنتم صيد الوزير تورطت في فخي بعض مكونات المجلسي وتفكي في الجسم الصحفي ففريق الاتحاد المغربي الشغل يحمي لكم كامل المسؤولية هذا الاندحار وهذا الشطط الذي لحق حتى الصحفي صحرائنا المغربية وكأن المغرب يسير بسرعتين في التدبير والمجال الديمقراطي سرعة بقيادة جلالة الملك توجت برئاسة المغرب المجلس حق الإنسان بجونيف وتموقعي إلى جانب دول كبرى وصرعتكم التي تولدت عنها احتقانات بلدنا في غنى عنها بمولودة يا ليتها أؤدت شكراً شكراً سيد رئيس المحترم سيدات وسيدة المستشارون المحترمون أتقدم بداية بالشكر للفريق الاتحاد المغربي للشغل على الاحتمام بقطع الصحفة في بلدنا وجواباً على مورد في كلماتكم أود الإشارة في البداية إلى أن منح بطاقة الصحفة المهنية كما ذكرته هو من الاختصاص الحصري للمجلس الوطني للصحفة باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الداتي للمهنة الصحفة تقوم بتسليم هذه البطاقات طبقاً للمقتضيات المرسوم رقم جوش 19-121 الصادر في 14 مارس 2019 يعني قبل هذا الحكومة بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحفة المهنية وتجديدها وبناء على ذلك فإن الوزارة لا تتدخل في عملية منح بطاقة الصحفة المهنية التي تدخل في مجال الاقتصاص المجلس الوطني للصحفة تبقاً للأحكام القانون رقم 19-13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحفة والقانون رقم 15-23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحفة والنشر هذا وتتابع الوزارة ردود في عدد من الصحفيات والصحفيين تجاه تدبير لجنة المؤقتة تسيير شؤون القطاع الصحفة والنشر لعملية منح بطاقة الصحفة المهنية لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024 ومراعات منها لأحكام الدستور لا سيما الفصل 18 منه وأحكام المدونة الصحفة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحفة ووسائل الإعلام فإن البت في ملف اضطرابات الحصول على بطاقة الصحفة المهنية هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحفة وأن الوزارة لا تتملكوا لا صلاحية القانونية ولا تنظيمية لتدخل في مجال اختصاص لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع الصحفة والنشر وشكرا سيد الرئيس